وقد عبر خادم الحرمين الشريفين في نعيه عبر حسابه في تويتر حيث قال الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله إن الفقيد رحمه الله كرس حياته لخدمة شعبه ورفعة دولته وإننا ونحن نعزي أنفسنا وأهلنا في دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة الراحل نسأل الله أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدم لشعبه وأمته